اقترب العدو التنازلي الإعلان الفائز بمنصب رئيس الوزراء البريطاني خلفاً لبوريش جونسون الذي أجبر على الاستقالة فحزب المحافظين البالغ عدد أعضائه تقريباً 160 ألف عضو سيعلنوا الاثنين عن الفائز من بين المتنافسين وهما ريشي سوناك وزير المالية السابق واليستراس وزيرة الكاريشية الحالية ومن يفوز برئاسة الحزب سيكون رئيس الحكومة المقبل وتمت عملية التصويت عبر البريد خلال الأسبوع الماضية وفي خضم المنافسة بين الطرفين ترجح سطلعات الرأي كفتالي استراس على منافسها ريشي سوناك بنسبة 30 نقطة متسلحة في ذلك بتعاهدها بخفض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% لكن سوناك يرى أن خفض الدرائب الآن سيزيد معدلاء التضخم المرتفع في بريطانيا مشيرا إلى أنه سيسع إلى السيطرة عليه في حال فوزه وأيا كان الفائز فبريطانيا كغيرها من البلدان الأوروبية تعيش أزمة طاقة مع ارتفاع فواتير الكهرباء نتيجة تدعية الحرب في أوكرانيا أمر دفعت راس للتعاهد باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة ارتفاع فواتير الطاقة وزيادة إمداداتها لضمان تمكن الأسر والشركات من اجتياز هذا الشتاء وذلك في حال فوزها برئاستي الحكومة والحزب وفيما يقترب حزب المحافظين من حسم معضلة القيادة الداخلية يواجه الحزب مشكلة أخرى وهي صعوبة البقاء في السلطة نتيجة تدهوري الاقتصاد البريطاني وتقدمي غريمه التقليدي حزب العمال وفق استطلاعات الرأي